السلام بنات كانت من احوالكم تكون طيبة على خير والصحة ديالكم كذلك تكون على خير ومرحبا بكم معي من جديد في قناة سالون ومطبخهم آية اليوم غانشارك معكم وصفة اللي رائعة اللي ممكن تعتامدوها البشرة ديالكم خصوصا بشرة الوجه خصوصا احنا مقبلين على فصل الشتاء كما كتعرفوا ان الفصل الشتاء بحكم الجو كيتغير البشرة ديالنا خصوصا ديالوجه وكذلك الشعر ديالنا اللي كيتغير اليوم غانشارك معكم هاد وصفة اللي هي رائعة اللي ممكن تعتامدوها في ترطيب البشرة ديالكم من قبل ما ابدأ وكما العادة كنتمنى تغطو على زر الشراك وليلايك فضلا منكم وليس امرا غاندوزوا المكونات على بركة الله بالنسبة المكونات عندي هنا ثلاثة ديال معلق صغار ديال بودرة السكر عندي ملعقة صغيرة ديال العسل طبيعي عندي كذلك زيت السمسم ثم الحليب في نفس الوقت غان نحضر معاكم الوصفة وغان نذكر لكم فوائد ديال كل حاجة اللي غان نحضر بها هاد الوصفة ديالي بالنسبة للسكر بودرة عندي هنا ثلاثة ديال معلق صغار اللي ممكن تعودهم كذلك بجوج معلق صغار ديال السكر ساندة او السكر الخاشين بالنسبة للسكر بودرة الدور دياله انه كيخلي الوجه ديالنا او البشرة دي الوجه ديالنا كتلمع وكذلك تعطيه واحد الصفاء والنظارة وكذلك في نفس الوقت كيزول لنا الخلايا الميسة اللي كتكون في البشرة مباشرة من بعد موضعة السكر بودرة كنضيف ملعقة صغيرة ديال العسل طبيعي ضروري ما يكون العسل طبيعي لان الدور ديال العسل طبيعي هو انه ضد البكسيرية اللي كتعرض لها البشرة ديالنا خصوصا الاوساخ او الاسريبة فهد فصل الشتاء وكذلك في نفس الوقت انه كيرتب لنا البشرة ديالنا بالنسبة للعسل ضروري ما يكون طبيعي ما يكونش ذاك اللي كنحضروه في البيت ديالنا من بعد ما كنمزج العسل جيدا كما كتلاحظو هنا الخاليط ما غيتمزجش لنا بزاف لان الكمية ديال السكر اكثر من العسل فهد الاثناء غنضيف كذلك كمية ديال الحليب بالنسبة للحليب فقط غير كمية اللي هي قليلة تقريبا انا هنا ضفت ثلاثة ديال معالق صغار ديال الحليب بالنسبة للحليب اللي الدور دياله اللي كيعطينا كيكون كمقشر طبيعي للبشرة ديالنا انه كينقيها من ديك الخلايا الميتة وفي نفس الوقت انه كيكمل لنا هاد الوصفة ديالنا من بعد ما كنمزج الكل جيدا ضروري ما كنفتو داك السكر بودرة هنا غنقرب لكم اكثر باش شوفو القوام ديال الخاليط هنا باقي ما مزجتوش جيدا بالنسبة لهاد الوصفة رائعة ممكن تعتمدوها كما كنلاحظو هنا من بعد ما خلطت الكل اخر ما كنضيف قطرات من زيت السمسيم بالنسبة للدور ديال زيت السمسيم انه مرتب للبشرة خصوصا الناس اللي كيعانيو او النساء اللي كيعانيو من جفاف البشرة بالنسبة لهاد الزيت ممكن تعودوها بزيت اللوز المر او زيت جوز اللي هند غير فقط الزيت اللي غا تستعملو في الوصفة يكون صالح للبشرة وفي نفس وقت كيرتبها وكيحارب جفاف البشرة من بعد ما مزجت العناصر كيما كيتلاحظو القاوم خسيكون بهات الشكل هادا كيكون على شكل عسل وفي نفس الوقت كيتلسق لنا في اليد ديالنا من بعد ما حضرت الوصفة هنا غا نشارك معاكم الطريقة ديالي لستعمال من قبل ما تستعملوها مسبقا كتغسلو الوجه ديالكم بالماء دافئ بالنسبة الماء دافئ كيساعد المسامد ديال البشرة كتفتح لنا والوصفة انها كتأدي المفعول ديالها مية في المية وكتنجح معاكم من بعد ما كتنشفو الوجه ديالكم كتخليوه واحد شوية كيبقى من الدي يعني كيبقى في واحد شوية ديال الماء ثم مباشرة كتبدو تستعملو الوصفة بحركة دائرية ثم كتخليوها مدة عشر دقائق حتى الخمستاشر دقيقة حتى كتنشف جيدا من بعد ما كتدوس خمستاشر دقيقة كتغسلوه كذلك الوجه ديالكم بالماء دافئ وكتنشفوه جيدا بالنسبة لهذه الطريقة ضروري لما تحترمو طريقة ديال الاستعمال وكذلك طريقة ديال الغسل الوجه بالنسبة لهذه الوصفة رائعة في تصفية الوجه وكذلك تحارب جفاف البشرة خصوصا اللي كانت تعرضو لها فصل الشتاء بالنسبة لهذه الوصفة كذلك رائعة للقدمين غير فقط طريقة ديال الاستعمال دياله في القدمين انكو كتتوضعوها في القدمين ديالكم ثم من بعد ما كتوضعوها كتلبسو واحد الكيس بلاستيكي ثم مباشرة كتلبسو من فق منو تقاشر او جوارب ثم كتخليو الرجلين ديالكم او القدمين ديالكم حتى كيسخنو شوية مدة عشر دقائق ثم كتزولوهم وكتغسلو القدمين ديالكم مع الاستعمال متكرر للوجه وكذلك القدمين كتلاحظو واحد الفرق الكبير بالنسبة للبشرة ديالوجه وكذلك القدمين وكذلك هاد الوصفة كذلك صالحة لذيك السواد اللي كيكون في المرفيقين وكذلك اللي كيكون في الركبة كذلك ركتلاق اليوم هاد الوصفة لكتزول ذك السواد ديالهم كنتمنى فعلا تجربوها لانه رائعة هاد الوصفة وناجحة مئة في المئة كذلك إلا بقى لكم من الخليط قليل ممكن تحتفظو بيه في كلاجة حتى الثلاثة أيام ما كيفستش نهائيا القوام ديال الوصفة كذلك هاد الوصفة ممكن تستعملوها مرة واحدة في الأسبوع فقط كنتمنى هاد الوصفة لشاركت معكم اليوم تجربوها لانه رائعة وكذلك إلا عجبتكم تبرتجيوها مع الأهل والأحباب لتعم الفائدة وشكرا لكم مع السلامة إلى فيديو آخر بإذن الله